عمر بن الخطاب يمازح الصحابي الجليل سواد بن قارب ويعيره فيغضب منه فيصالحه أروابني إسحاق حديث عمر بن الخطاب وقصته مع سواد بن قارب أن عمر مازح سوادا فقال ما فعلت كهانتك يا سواد فغضب سوادا غضبا شديدا فقال قد كنت أنا وأنت على شر من هذا في عبادة الأصنام وأكل الميتات أفتعيرني بأمر قد تبت منه فقال عمر حينئذ اللهم غفرانك فما هي أصل هذه الحكاية أصل الحكاية أن سوادا حدث عمر عن رأيه من الجن أي تابعه الذي كان يلازمه وينقل له الأخبار جاءه هذا الجني ثلاث يال متواليات هو فيها كلها بين النائم واليقوان فقال له قم يا سواد اسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول الله من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وعبادته وأنشده في كل ليلة ثلاث أبيات معناها واحد وقافيتها مختلفة في الليلة الأولى قال عجبت للجن وتطلبها وشدها العيس بأقطابها تهوى إلى مكة طور الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحل إلى الصفوات من هاشم ليس قدامها كأنابها وفي الليلة الثانية جاءه الجني فقال عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيس بأحلاسها تهوى إلى مكة طور الهدى ما طاهر الجن كأجناسها فارحل إلى الصفوات من هاشم ليس ذناب الطير من رأسها وفي الليلة الثالثة قال له عجبت للجن وتنافرها وشدها العيس بأكورها تهوى إلى مكة طور الهدى ما مؤمن الجن ككفارها فارحل إلى الأطقين من هاشم ليس ذو الشر كأخيارها وذكر تمام الخبر فقال له عمر هل يأتيك رائيك من الجن الآن فقال منذ جاء القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن وفي آخر الحديث شعر عن سواد عندما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده ما كان من الجن رأيه ثلاث ليال متواليات مدح فيها الرسول قائلا أتاني نجيبي بعد هدأة ورقدة ولم يكن فيما قد بليت به بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب فرفعت أبيال الإزار وشمرت بيلغر مسهجول السباسبي فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أعلى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب فكل شفيعا يوم لاذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم